ملاعبة مميزة جدا كابتن بدري ملاعبة يعني ممتعة تستمتع بأداءه في الملعب يعني لأ طبعا كابتن بدري عنده حق طبعا لأنه فيه المباراة في الملعب يعني لعبتنا بالتأكيد عليهم دور كبير جدا جدا الحمد لله متلاكنا خبرات كبيرة جدا للفترات اللي فات كنا متخوفين على لعبتنا في أول بطولة لو فكر شاركوا فيها كان فيه مجموعة كبيرة لسه ما شاركتش إفريقية دائما يعني انتباعي هتكلم على الجيل ده شارك بتكلم يعني نيمي سامة النادي الأهلي كان نادي أهلي لكن دي سامة الجيل ده بحكم حاجات كتير قوي بشوفهم مش عايزة أقول مظلومين فيها لكن هي وانت لعب كرة وفاهم يعني ايه تلعب مطشات مهمة ومطشات بطولات على مدار ثلاث مواسم من غير جمهور فرقة دي بتكسب بطولات من غير الجمهور دي قاية ما تكون حضر معاه في استاد بالكتير قوي بيشجحها على السوشيال ميديا يعني صوته واصل عن طريق الميديا بتلعب كم كبير جدا من البطولات يمكن على مدار التاريخ كله من أول ما النادي بدأ لغاية النهاردة ما تهيليش انه فرقة النادي الأهلي فريل أول لكرة القدم لعب هذا الكام من المباريات والبطولات في خلال الفترة الزمانية دي وده اعتقد كان واحدة من المزاهد القفوة الشديدة دي على لعيب الكورة مش بيشارك بس بيحقق كمان وبيحقق نتائج كليم وميزة جدا يعني فبالتالي الظروف دي خلتني أقول وده كان سؤالي بقى انه جيل ده تعودت منه انه بابلعبش في أفريقيا إلا بعد يعني بعد دور المجموعات ده صحيح يعني فاهم عصلي يعني الأهلي ما بيظهرش بشخصيته الحقيقة وليبان شكورة الأهلي وبتالي ده واضح جدا في ماتش رجاء سيبك من السكور انا بكالي مع الكورة والأداء والمستوى صحيح الأداء فرقة كتير جدا عن دور المجموعات تحديدا أول 25 ديئة النادي الأهلي بشكل مختلف تماما خططيا وتكتيكيا والضغط العالي من فوق التحرك في جميع مساحات الملعب بالاختراقات سواء من العمق أو من الأطراف لأ شوفنا 25 ديئة النادي الأهلي مختلف تماما تماما عن دور المجموعات وكمان عملت التارجت اللي كنا بنقول عليه أنك تقدر تحرز هدف واثنين وتخطف المباراة بدل من الله يعني عدم توفيق وسنة شوية عدم تركيز بتدي طبعا النتائج السلبية دي ولكن أنا شايفها على المستوى المباراة لأنا شايف نتيجة إيجابية أنت قدرت تحرز هدفين هنا صحيح دخل مرمانة هدف ولكن أنت قدرت تحرز هدفين كممكن تحرز ثلاثة أربع هدف تاني خلي بالك على مستوى الاستحواز ومستوى الأهداف ومستوى الفرص اللي ضاعت مستوى حتى الضربات الركنية والضربات السبتة النادي الأهلي متفوق بفرق كبير جدا عن الرجاء حتى التزديد على المرمى أنت مسدد تقريبا 26 أو 27 كرة على المرمى منهم 11 كرة على يعني في الإحصائيات 11 كرة على المرمى مقابل تقريبا كورتين يعني تقريبا يعني واحدة والاثنين كانوا في منطقة الخطورة وده برضو يعني بيابتهالي واحدة من الحاجات اللي حتى نحتاجين نأخذ بالنا منها جدا 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 لأنه راح بكورة سجل وراح بكورة الشنوي شلها لا يعني أنت يعني شكل وأداء للنادي الأهلي في المباراة دي طمنا بشكل كبير جدا أنت محتاج هناك تعمل إيه بالتأكيد يعني أتمنى أننا التشكيل يكون في شوية لعبين يقدروا يسيطروا ويعملوا الاستحواز في وسط الملعب شوية فريد الرجاء عنده سرعات وعنده اثنين لعبين يعني عنده أحداد وعنده محسن متولي ومعاهم زريدة الثلاثة عندهم سرعات شايف أن هم مزعجين جدا وبيقدروا يوصلوا عندهم الخبرة أنهم يقدروا يوصلوا المرمنة يعني مش بسهولة ولكن بيقدروا يوصلوا ودي مشكلة كبيرة جدا لازم تستحوث هيبقى فيه تصرع كبير جدا زي ما قال كابتن بدر السربعة دي أعتقد عندهم ضغط الجماهير هيكون كبير جدا جدا وبالتالي هيكون فيه سربعة كبيرة جدا تخيل هنا في مصر في مباراتهم معنا بعد ما أحرزنا الهدفين وروحنا بتلات أربع كور تاني كورات تاني أعتقد أنهم كانوا فيه سربعة كبيرة جدا جدا منهم منهم يروحوا يخلصوا الهدف ده تخيل هناك هيكون داخل الملعب عامل ازاي بالضغط الجماهير الكبير جدا عليهم هيكون فيه تصرع ويكون فيه سربعة كبيرة جدا أنت محتاج استحواس في وسط الملعب محتاج اللعبة التي تقدر توصل من الأقل فرصة وتقدر تسجل التوفيق مهم جدا جدا طبعا شفنا قد إيه وسط ملعبهم أحمد عبدالقادر تلعب بكل تقريبا وسط ملعبهم بسهولة جدا جدا يا أصد النواح الفردية كمان أو المهارة الفردية هتفرق كتير جدا جدا في المرور والوصول لمرمى الرجاء أربع أو خمس كورات أحمد عبدالر عدى منهم بسهولة جدا جدا وقدر يوصل فرقتنا الاختراقات من العمق أعتقد أنها هتفرق كتير جدا في المباراة دي لأن عندهم عدم الرقابة مش مميزة الرقابة عندهم بعيدة شوية التمركز فيه خطأ كبير جدا جدا وشفنا الفرص اللي ضاعت مننا محمد شريف كان فاضي تماما لو فاكر في الكرة اللي عبها بالدماغه وده جوه منطقة الجزاء مفيش رقابة ومفيش تمركز سليم وبالتالي حتى الكورات العرضية فيها عندهم مشكلة كبيرة جدا محتاج التوفيق محتاج بس أن لعبتنا تركز بشكل كبير جدا محتاج أنك تم لوسط الملعب شوية عشان الاستحواز وده يعني أعتقد أنه حيبقى فيه ضغط كبير جدا 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 من الجميلة عليهم لو قدرنا نستحوز في وسط الملعب وما نستعجلش طبعا أنك تحرز هدف ولكن أنت محتاج أنك تستحوز وأنك تضغط شوية عليهم عشان نلعب للتعاد والأول أو أنك تخرج بنتيجة المباراة دي بالعكس الندل الآلي لما بيضغط على الفريق المنافس بيدي إيحاء كبير جدا جدا وبيدي نتيجة إيجابية جدا جدا أنك تقدر تحرز أهداف وكمان بتخليهم يتراجعوا بشكل كبير لوسط ملعبه أتمنى أن طبعا مساء المسلمان يكون مجاهز ده وأعتقد أنه مجاهز ده بشكل كبير جدا أتمنى مشاركة حمدي فتحي مع ديانجة ومع السوليف وسط الملعب لأن هذا سيدينا استحواز طبعا طبعا هيدينا استحواز وهيدينا أنه شوية محسن متولي وزري ده كانوا شوية فيه تحرر شوية فاصل الملعب المباراة اللي فاتت نتيجة أن السولاي كان بيزيد بشكل كبير ديانجة بس ولو كان فاصل الملعب وبالتالي كان فيه شوية مساحات ليهم منهم يقدروا يلعبوا الهجمات المرتدة لما تقفل المساحات دي ودائها عليهم أعتقد أن فرجة الرجاء هتكون بعيدة جدا جدا عن مستوات شكرا للمشاهدة